اشتركوا في القناة اولا نشكر الصبية صاحبة السؤال على شجاعتها وقبل ان اجيب اريد ان اقول لا ذكر ولا انثى الكل واحد في المسيح على نحو ما يعلمنا الالهي بولس في الرسالة الى اهل غلاطية الرب يحبنا يا بنيتي هذا ودء ان اشدد عليه وبالتالي فالذكورية المتفوقة والانثوية المتدنية او الدون لا قيمة لها في لاهوتنا الارتودوكسي انا اعرف ناسكا شهيرا جدا عندما رأته صبية وهي ابنته الروحية رأته بعد غياب طويل غمرها غمرة حنان نادر حتى بين الوالدين ما اريد ان اقوله ان الرب يحبنا ويريدنا ان نحب الاخوة محبة تليق بمحبة المسيح لنا الدورة الشهرية يا بنيتي هي جزء من فيزيولوجيا الجسد وبالتالي لا خطيئة فيها هل استطيع ان اوقف ضربات قلبي بحجة انها تزعجني هل استطيع ان احيا دون ان اشرب او اكل او انام هل استطيع ان لا اتنفس وغيرها من الامور التي اعجز عن كبحها في جسدي اذا ما هو امر فيزيولوجي معطلن من الله هو طبيعي وما هو طبيعي لا خطيئة فيه ولكن من الناحية الثانية لماذا تدخل صبي او امرأة الى الهيكل اذا لم يكن عندها مهمة مقدسة لذلك حتى الرجل نفسه لماذا يدخل الى الهيكل اذا لم يكن من موجب الى ذلك انا كاهن في دير نسائي وتقوم على خدمة الهيكل الرائبات فقط اين قيمة السؤال في الدير الذي انا اخدمه اذا لابد من توفر مهمة روحية للدخول الى الهيكل طبعا لا استطيع ان انسى ان كلاما سطحيا وغير مجد كثيرا ما يتردد داخل الهيكل اثناء صلوات الجناس في الرعاية المختلفة وهكذا لماذا تمنع صبية من الخدمة في الهيكل بحجة انها تؤذي قدسية الهيكل بينما نجيز لانفسنا او لانسان علماني او لمجموعة كهنة الوجود في الهيكل والحديث في الهيكل بامور قد لا يكون لها علاقة بالكنيسة هناك بعض الاباء الكأن الذين يسمحوا بادخال طفلة الى الهيكل وانا واحد منهم ولكن هناك اباء كثيرون لا يسمحون لهذه الطفلة الصغيرة بالدخول الى الهيكل لماذا لا افهم السبب لكن اعرف كان ايضا يجيزون للفتاة الخدمة داخل الهيكل وانا نفسي خدمت مرارا في رعية يدخلها الصبايا والشباب لخدمة في الهيكل لا مشكلة عندما يكون هذا الدخول مربوطا بخدمة مقدسة طبعا لا يمكن ان ننسى تأثير بعض ايات العهد القديم على الموقف من هذا السؤال ولا يمكن ان ننسى ايضا الفوقية الذكورية المهيمنة في الشرق او ان المرأة دنسة اثناء الدورة هذا ربما كان في الماضي البعيد لكن اليوم هذا غير وارد النظافة وسبل النظافة والتسهيلات لهذه النظافة امور خارقة ومع ذلك يبقى للهيكل قدسيته ووقاره وينبغي ان نحافظ عليها وبدون موجب وضرورة حتى الرجال لا يجوز لهم ان ينتواجدوا في الهيكل اما عدم مناولة المرأة والصبية اثناء الدورة فهذا كلام غير مقبول من الوجهة الكتابية واللاهوتية المرأة النازفة الدم كانت تنزف دما ودنت من الرب ونالت سؤلها وحظيت بالشفاء يسوع قال من لمسني ليس لانه كان يريد ان يمنعها هو كان يقدر ان يمنعها اذا شاء حتى لو دنت منه لكن سؤاله لم يكن لانه انزعج انما اراد ان يعلن حسن موقفها وفي النهاية اعطاها ما ارادت فاذا كان الرب لا يمنع من كانت نازفة دم فكيف انا اجيز لنفسي ان امنع فتاة او امرأة من المناولة اثناء الدورة الشهرية طبعا ذا لا يمكن ان يعني ان للرجل امورا كثيرة يمكنها ان لا تجيز له التقدم من المناولة بالطبع عند الرجل امور كثيرة ايضا ذات طابع فيزيولوجي ربما تمنعه من الدنوب من المناولة بالمنطق الذي نمنع منه الفتاة او المرأة بديهيا ان الذين يتناولون الجسد والدم الكريمين سيما اذا كانوا في مرحلة الرشح والزكام ان ينتبهوا لان لا يساءل المقدسات وفي العادة لا يتكلم احد عن انسان معه رشح او زكام انه يجب ان لا يدنو من المناولة اخيرا علينا ان نميز بين ما يمنع وما لا يمنع في التعاطي مع المقدسات وهذا ينسحب على الذكور والاناث معا والسلام